سنوضح في درس اليوم ما هي العقود الذكية وما هو التدقيق الأمني وما هي أنواع التدقيق أولا ما هو السمارت كونتراكت أو ما هي العقود الذكية باختصار هي برامج حاسوبية مؤتمة تمكن من تنفيذ اتفاقية بين الأطراف بدون الحاجة إلى وسطاء وتعمل هذه الاتفاقية الرقمية على شبكة البلوكتشين ويمكن استخدامها لأخراض متنوعة مثل تداول الأصول وتنفيذ المعاملات المالية وفرض شروط العقد القانوني وتكون العقود الذكية أكثر أمانا من الاتفاقيات التقليدية طبعا يتم تخزين هذه العقود على شكل كتل مرتبطة إلكترونيا ببعضها في شبكة البلوكتشين ويكون لدى موثقين الشبكة نسخة من العقود المخزنة فإذا حاول أي شخص التلاعب أو تغيير معاملة فسيتم اكتشافه من قبل الجميع فلذلك تقنية البلوكتشين تمنح هذه العقود قدرا كبيرا من الأمان والثقة وخاصة أنها تعتمد على مبدأ اللامركزي ولكن رقمنة العقود أدى إلى ظهور بعض الاحتبارات المتعلقة بأمن هذه العقود فما هو أمن العقود الذكية؟ نحن نعلم بأنه عندما يتم نشر العقود على البلوكتشين هناك بعض الأمور لا يمكن تغييرها فإذا كان هناك أخطاء برمجية أو نقاط ضعف في الشبكة الرئيسية أو عيوب في لغة البرمجة المستخدمة لإنشاء هذه العقود سيؤدي ذلك إلى ضرر بالمشروع بالكامل وربما سيؤدي إلى إفلاسه فلذلك يجب على جميع المطورين تدقيق العقود الخاصة بهم قبل النشر لأنه في حال قام بنشرها وكانت تحتوي على مخاطر حرجة فلن يستطيع في بعض الحالات أن يقوم بالتعديل عليها وبالإضافة إلى أن أمن العقود يشير إلى منع الوصول الغير مصرح به وفي كل عام يتم سرقة المليارات من الدولارات بسبب الأخطاء البرمجية ونقاط الضعف في الشبكة الرئيسية فيجب على كل مطور مراعاة التدابير الأمنية الأساسية التي سنتحدث عنها الآن أولا الكود أوديتينج أي مراجعة كود العقد لتحديد وإصلاح الأخطاء ونقاط الضعف أما النقطة الثانية ألا وهي البنتريشن تيستينج أي اختبار الاختراق وهو محاولة استغلال الثغرات الأمنية في العقد الذكي لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها وثالثا الفورمال فيريفيكيشن أو التحقق الرسمي وهذه التكنولوجيا تنفرد بها شركة سيرتك وهي التي ساهمت في دفع تكنولوجيا الويب ثري إلى ما نحن عليه الآن وهذه التكنولوجيا باختصار تقوم باستخدام براهين رياضية لتتأكد بأن العقد يعمل بالشكل الصحيح في جميع السيناريوهات الممكنة ويمكن استخدام الفورمال فيريفيكيشن أي التحقق الرسمي للتأكد من السمارت كونتراكت بأنه لا يحتوي على أخطاء منطقية أو ثغرات أمنية الآن في بعض الحالات يكون السمارت كونتراكت عبارة عن مئات الأصرف عندما يتفاعل قسم مع قسم آخر في حالات أو سيناريوهات معينة يؤدي إلى ظهور ثغرة برمجية أو عيب معين فهذا الأمر لا يمكن اكتشافه من قبل الإنسان فتم اختراع تكنولوجيا الفورمال فيريفيكيشن وتم برهنتها رياضيا ونسبة الدقة في هذه التكنولوجيا هي 100% أما عن النقطة الرابعة ألا وهي مالتي سيكنتر ولد فهنا نعنى بها التواقيع المتعددة حيث بأن هذه المحافظ تتطلب أكثر من شخص واحد للموافق على المعاملة أو لترقية العقد مثلا حيث يوفر هذا الأمر طبقة إضافية من الحماية هذه هي أهم التدابير الأمنية التي يجب على كل مطور مراعاتها وهناك أمور أخرى يجب أن نقوم بالتنويه إليها فيما يتعلق بأمن العقود أول نقطة تعني اتبع مبدأ الامتياز الأقل وينصف مبدأ الامتياز الأقل على أن العقد الذكي يجب أن يتمتع فقط بالأذونات اللازمة لتنفيذ الوظائف المقصودة منه وهذا يعني أن العقد لا ينبغي أن يتمتع بإمكانية الوصول إلى أي بيانات أو وظائف غير ضرورية يمكن استغلالها من قبل المهاجمين من خلال اتباع هذا المبدأ يمكن للمطورين الحد من الضرر المحتمل الذي يمكن أن يحدث نتيجة لخر أمني ثانيا استخدام المكتبات مفتوحة المصدر ويمكن استخدام المكتبات المفتوحة المصدر لتقليل من المخاطر والثغرات الأمنية حيث هناك مكاتب تم اختبارها بواسطة مجتمع كبير من المطورين ومن الغير مرجحة تحتوي على ثغرات أمنية ومع ذلك لا يزال يتعين على المطورين مراجعة أكواة هذه المكتبات للتأكد من أنها آمنة للاستخدام لتلبية الاحتياجات المحددة لمشروع المطورين أما بالنسبة عن التايم لوك فهي تستخدم لمنع الوصول الغير مصرح حيث يمكن ضب قفل زمني لتأخير تنفيذ معاملة معينة حتى وقت محدد حيث يمكن أن يمنع هذا الأمر المهاجمين من سرقة الوصول الرقمية أو تعطين الأداء الطبيعي للعقد أما عن النقطة الرابعة هنا نعني بأنه يجب على المطورين اختبار الشبكة الخاصة بهم في مرحلة الاختبار أي ما قبل نشر العقد وتدقيقها لأن هناك بعض الأمور كما قلنا لا يمكن التعديل عليها وآخر نقطة هي برامج البق باونتي فهي تحفيز للمتسللين الإخلاقيين باكتشاف الغرات الأمنية والإبلاغ عنها مقابل مكافأة مالية فيمكن للمطورين من خلال هذه البرامج إيجاد الغرات الأمنية ومعالجتها قبل وصول المهاجمين هكذا انتهينا من أهم التدابير الأمنية التي يجب على جميع المطورين والمستثمرين أيضا الإطلاع عليها والتأكد بأن الفريق المطور الخاص بهم قام باتباع جميع هذه الأمور ويجب دائما أن تتأكد بأن المشروع الخاص بك خاضع لبرامج البق باونتي وقام بعمليات التدقيق ولا يوجد تحكم مركزي أو امتيازات خطيرة قد تضر في أداء السمارت كوندراكت أما بالنسبة عن أنواع التدقيق فهناك ثلاثة أنواع من التدقيق فهناك تدقيق يتم بشكل يدوي وهناك أوتوماتيكي وهناك الفورمال فيرفيكيشن ونسبة الدقة في الفورمال فيرفيكيشن هي 100% وتم برهنة هذا الأمر رياضيا أما عن الأوتوماتيك فيرفيكيشن فنسبة الدقة 95% وبالنسبة للتدقيق اليدوي فهو 90% وتستخدم شركة سيرتك جميع هذه الأنواع حيث تركت شركة سيرتك على الفورمال فيرفيكيشن مزامنة مع التدقيق اليدوي والأوتوماتيكي حيث يتميز الـ Formal Verification ليس فقط بأنه يقوم بإيجاد الأخطاء المنطقية أو الأخطاء البرمجية بل يستطيع أن يتحقق بأن هذا الكود البرمجي يقوم بتنفيذ الأمر المطلوب منه فقط أم لا أي هل يطابق نية المبرمج أم لا لأنه في بعض الحالات أو في بعض السيناريوهات يقوم الكود البرمجي بإظهار نتائج لم يتم برمجته من أجلها فوظيفة الـ Formal Verification وفريق سيرتيك التأكد من نية المشروع أو الهدف المطلوب بين المشروع والكود البرمجي فيجب أن يكون هناك تطابق بين رؤية المشروع والكود البرمجي ومن فوائد الـ Formal Verification بأنه مصمم خصيصا للغات الأصلية التي تعمل بها المشاريع ويتم إعداده وتخصيصه للمشروع الخاص بك الذي تريد تطقيقه وتم تطويره من قبل فريق عالمي من الأكاديميين والباحثين والمهندسين فدائما ننصح جميع المستثمرين أو المجتمعات المختلفة لبروتوكولات الوب 3 أن تقوم بالتطقيق لدى شركة سيرتيك وأنصح جميع المستثمرين الذين يستثمرون في عملات رقمية المختلفة أن يقوموا بالطلب من المجتمع الخاص بهم والفريق المطور أن يقوم بإجراء تطقيق باستخدام الـ Formal Verification هكذا وصلنا إلى النهاية إذا أعجبك هذا المقطع قم بالنقر على Like وإذا لم يعجبك قم بالنقر على زر Dislike وإلى اللقاء